ينفع نغير الجنيه بجنيه جديد يكون قوي فدلما الدولار بـ 30 جنيه نعمل جنيه جديد يكون دولار بـ 4 جنيه بـ 5 جنيه او نخلي الدولار بـ جنيه او نخلي الدولار بـ 3-4 جنيه زي الدولار الكويتي ليه ما نخليش جنيه قوي كده بلان الجن ضعيف اللي رايح في سكة مش عارفين اخرتها ايه لو الكلام ده قالوا واحد زيه هتقول ديها ارتلى انها لحد مهم جدا ومقال في جريدة مرموقة المصري اليوم من اتكلم عن هاني دوميان كان وزيمة لها اصبق يعني جزء كده من تريق حياته هاني قدري دوميان والشخصية المحولية في المفاوضات المطولة التي اجرتها مصري مع صندوق النقد الدولي لحصول على قرض قيمة 4.8 دولار لمساعدتها في تجاوز ازمتها الاقتصادية الخنيقة ومن المعروف ان القدر يتمتع باعلاقات جيدة مع صندوق النقد الدولي منزو عهد الوزير المالية اصبق يصف بوتروس غالي والذي تولى منصب رئيس اللجنة النقدية والمالية لصندوق النقد الدولي وكان قدري يشغل منصب مساعد رئيس اللجنة يعني بوتروس غالي اللي كان وزير المالية عندنا ايام مبارك لما راح najwię مصر وراح بقى برة مالكاز دولي اللي هو رئيس اللجنة النقدية في صندوق النقد الدولي خد معي هاني قدري دوميان بتاعنا ده النائب بتاعه وطبعا مسك مساعد وزير المالية في مصر وأظن وسك وزير المالية في عهد حكومة محلب تقريبا يعني من البيانات كتب ايه طبعا مش هنقرأ مقال كله بتاع المصر اليوم ولكن ممكن نقرأ جزء ايه جزء منه مهم جدا مقال رأيي في مخالج المشهد الحالي طبعا مقدمة طويلة ولكن ندخل على المفيد اللي احنا عايزينه بيقول ايه بقى وتأتي المعالجات الهيكلية والمؤسسية متوجة برسائل شديدة الوضوح بتحرير النشاط الاقتصادي تحريرا فعليا كاملا باستثناء قائمة سلبية معلنة لاعتبارات الامن القومي والاخلاقيات يعني كله يروح للقطاع الخاص والقطاع العامي بقى في اضيق الايه الحدود وعودة وحدة الموزنة العامة للدولة اعتقد اصدر السنانية الخاصة كله تصبف واحدة ايه في وحدة الميزانية كلام التي قالوا الناس خبراء كتير والالتزام بمبادئ الحصافة المالية بكل حبكتها وزيادة ارتباط معامل الداخل الضريبي بالنشاط الاقتصادي مع الزام خضوع كافة الدخول والارباح للمظلات الضريبية وعدم السمح باي اعفاءة جديدة او تمديد ما نفد منها ايا ما كانت مسويغتها الا فقط لغير القادر على تحمل اتزامه الاصيل هذا نحو المجتمع ويسند معظم المشروعات المستقبلية بما لها من دور رئيسي في تكويل وتحديث التراكم الرئاسمالي للاقتصاد يعني اصدوا اتجاه للقطاع الخاص اكتر وتوسعة قواعد التنموية وتحويل الجاري والقائم منها لتنفذ وتطار تحت مظلة المشاركة بين القطاعين العام والخاص يعني فكرة القطاع العام بس بقى كده بيدير سببت فشلوا على مدار العقود يعني وكذا مراجعة المفاهيم المبالغة في استقلالة البنك المركزي عن الحكومة والخزانة خروجا على ما هو مألوف في ادارة الاقتصاد يعني بيقول فكرة ان البنك المركزي مستقلت تماما مش حقيق ليه لان في وزارة مالية فوق يعني بتحدد السياسات وتحدد المرتبات وتحدد الدعم وبناء على السياسة بتاعت الحكومة ووزارة المالية جزء منها بتتحرك السياسة النقدية يعني هو استقلاليته بس في السياسة النقدية اللي بتنفذ سياسة الحكومة المالية دي الفكرة لتحقيق الاداف اللي بتتضاح الحكومة وفي ذلك الاسترشاب بالنموذج المؤسسي البنك انجلترا بقول هذه وغيرها مما طرح خلال مداخلات المؤتمر الاقتصادي الاخير يعني بقول الكلام ده كله تقال في المؤتمر الاقتصادي الاخير يعني الرئيس سمعه ومفروض المجلس الوزنى سمعه ورئيس الوزنى مدبوني للمفروض سمعه ومنها ما جاء في شأن تعزيز الجهود الجارية على تطوير السياسات القطاعية ومنظارات الحماية الاجتماعية ومنظارات التنمية المستدامة بما يفوق قدر هذه المساحة يعني هذه الموضوع الكبير المساحة دي مش هتكفيه وهي مسائل ترنوا في جملتها نحو رسوخ نهج الاقتصاد المصري واستقراره على مختلف الاماد وبالتالي اغلاق نوافذ المضاربة على غملته واسواقه لابعد الحدود وبغض النظر عن عقد اتفاقات مع المؤسسات المالية الدولية والاقليمية والتي ستعود معها تدفقات الاموال السخنة مبكرا ولا ينبغي ان ترتقي حينها بمفردها الى مرتبة دليل على تجاوز الموقف يعني حتى قال لو استقبلنا فلوس سخنة ده مش حل المشكلة بشكل ايه بشكل جزء بيقول بقى ايه وعلى هذا التأسيس فان مربط هذه المقالة في التعامل مع المشهد الحالي بالاقتصاد انما يتطلب بجانب تلك المسائل الهيكلية التدخل الجراحي غير النمط لكسر موجات المضاربة المضارة على العملة المحلية سواء من مؤسسات او افراد وذلك على مصارين الاول يعني بقيام البنك المركزي بالاعلان عن اصدار عملة جديدة تحل محل العملة الحالية واعطاء مهلة لا تزيد على ستين يوما لقيام جميع حائز النقد المحلي الحالي بايداع كل ما لديهم من نقود بالبلوك قبل ارغائها مع وضع اسقف متدنية للغاية للسحب النقد والتحول شبهي الكامل والفاولي الى اقتصاد رقمي غير نقضي لكافة التعاملات خاصة ان مصر اصبحت لديها البنية التحتية والتقنية المطلوبة للتطبيق الكفء ومع اعطاء هذا الاجراء اسبقية تفوق كل اعتبار فتعطي كافة الضمانات بعدم المواحقة لاثبات مصادر هذه النقود التي ستدخل الى حيز النور لاول مرة ومن خلالها ستتحقق عدة منافع منها الوصول الى قياسات افضل لحجم الاقتصاد غير المحصور وحجم التعاملات الفعلية واستحقاقتها ومصادر النمو والسيطرة النسبية على معدلات التضخم نظرا الامكانية تسعيل السلع بكسور الارقام دون الاضطرار الى جبريها الاقرب رقم صحيح وكذا تحجيب التعاملات غير المشروعة او تلك الضرة بالشأن العام ويعني مصاري الثاني مكملا لسابقه بفتح ابواب البنوك لاداع العملات الاجنبية ايضا دون سؤال عن مصدرها وهو ما سيسعى اليه على كل حال حائزه هذه العملات نظرا لتحول معظم المعاملات من النقدية الى مرقمنا وهو ما ستتقيد على اسر التعاملات غير المشروعة بما فيها تجارة العملة خارج المنظومة الرسمية ومن ثم يعود البنك المركزي قيادته لدفة اسواق النقد دون منازع ويمكنه من اعمال شؤونه السيادية وتحقيق اهداف السياسة النقدية بكفاءة اعلى فالامر يتطلب تكامل مستهزيل اجراءات الهيكلية والمؤسسية وتعزيزها برسائل تتوافق مع مقتلات الاستدامة المالية والاقتصادية ولكل مقام حديث الكلام ده بيقول مسؤول كمية جدا ومتخصص وزير المالية اصبق كان نائب اللجنة النقدية في صندوق النقد الدولي كان هو المفاوض الاساسي مع صندوق النقد الدولي بس هو المشكلة لو بالسهولة دي طبعا التجربة دي هتعمل عشان برس نفكركم اول حاجة عندنا تركيا تركيا اوزو من 2002 كان عندهم دولار يساوي مليون ليرة وكان بقى الورق بالطبع بمليون واثنين مليون وثلاثة مليون ليه؟ لان انت ممكن تقوم مليون ليرة واشرب بهم كوبايت شاي او كوبايت نسكافية او كوبايت قهوة دولار في النهاية وفجأة قال لك بس نشيل له 6 صفار مين اللي عمل كده؟ اردوغان طبعا عشان يصير 6 صفار بالتالي حيضبع عملة جديدة بدلا ما هي مليون ليرة بقت اسمها واحد ليرة ومنذ ان اصبحت اللي 4 دولار الى عصرنا الحالي من 20 سنة تقريبا وصلت التاني الدولار الى 18.6 من 10 ليرة يعني الدولار حاليا من 18.6 من 10 بس طبعا ارحم مليون هذا الحل كان ناجع كان حاسم ولا على الوقت برضو العملة بتتراجع التجربة دي عملتها السودان من برضو من فترة طويلة ايام النوميري ايام قصدي ياسف بشير كان برضو الدولار راح في حتة بعيدة خالص مش عارف 200-300 اه جنين سوداني فرق عامل الدولار كده بشارب 4 جنين سوداني ساعتها ولا ب3 حاجة صغيرة زلك كانت ساعتها الجنين المصري اقوى من الجنين السوداني بكتير جدا لان اذا دولار بمية واحنا الدولار عندنا بخمسة فكان الجنين المصري عمللو 20 ولا 100 ولا 30 ولا 40 ايه جنين السوداني فجأة بقى الجنين السوداني اقوى من الجنين المصري بفكرة تغيير تغيير العملة. اه طبعا القزافي لعب اللعبة دي بس خدع الشعب. قال لهم هاتوا دينار وهنا نعمل دينار جديد. ولم الفروس اللي معاهم وقال لهم ايه عليكم واحد احنا دولة اشتركية انت اللي خليك حاطة فروس ايه تحت البراطة. اه الكلام ده لو سهلت لما عماتوش لبنان ليه? اللي برضو الدولار راح في عدة بيه ده قوي بعشرة الالوف من الليرات اللبنانية. لما موضوع سهل بزيد الطريقة. وبعدين احنا نعمل بقى الدولار بجنيه ولا ممكن نعمل جنيه كده قوي زي الدول ازا الدينار الكويتي يعمل له ثلاثة اربعة دولار ولا الدولار بخمسة جنيه طب ستة جنيه. كل دي اسئلة اه عايزة حد يناقش دميان لان هندي دميان مش حد سهل. وبعدين بيتكلم بقى في سياق هذا الموضوع ان احنا نفتح الايه موضوع الاداع بدون سؤال ليه? لان عندك في مصر حتلاقي واحد متسول او متسولة اا اكتر مرة احد ثاني يمسكوها عندها ثلاثة اربعة مليون ايه? اا جنيه حطاهم في كنار ببقى حطاهم تحت السرير حطاهم في الفريزر حاجات من هذا القبيل. ففجأة اا هي مضطرة تودي الفلوس دي للبنوك عشان حتتلاقها العملة. ستين يوم وكل هذين ملايين التي جامعتها لن يكون لها اي قيمة. لن يكون لها اي 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 قيمة. فقال لهم افتحوا لهم البنوك مش مشكلة خلوهم يحطوا الفلوس ومتسقراش عن مصدرها. طبعا زي بقى طبعا اا 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 الشحاتة او المتسولة. هتلاقي تاجر المخدرات. هتلاقي تاجر العملة. هتلاقي اا تاجر الاسار. كل دول معاهم اموال غير معلومة. او الموظف المرتشي اللي عنده ملايين الجنيهات وهو مجرد اا موظف اا راتبه ضعيف يعني ضعيل. ولكن هم حقق عدد كبير من الملايين عن طريق الرشاوي. كل ده هيطلع بقى ويقب يخش الحكومة وتحرقه وتطبع عملة جديدة بقيمتها الجديدة اللي هتحديتها الدولة. انما هيجي اسئلة جانبية. مرتب الموظف اللي هو الحد الادنى الحيالية بتاعه 3000 جنيه. طبعا خلي بالكوا الحد الادنى ده 3000 جنيه مش اللي هو بيبضوا في ايديه. ده الحد قبل الخصم يسمونه الاجر الشامل. انما ده اجر بعض الخصم ممكن ينزل لالفين جنيه. طب الفين جنيه ده بقى اللي هو حد الادنى اللي هو خلاص بقى الميت دولار. نتكلم عن خمسين دولار. اعتقد ان هزا يعني برضو غير صحيح. يعني محتاج علاج. وبرضو مش هنفع تديله الجنيه جديد اللي بدولار. وتديله 3000 دولار. او 5000 دولار اللي هو الموظف القديم شوية. اللي بياخد خمس او 6000 جنيه. اللي هم مبيت دولار او 150 دولار دلوقتي. لو همش فاكه او 5000 دولار. ما يكون دي اسئلة حول الموضوع. المرتبات هتقيم ازاي قياسا على الجنيه القديم والجنيه الجنيه الجديد. وزي ما قلنا الوقت ده متشوه برضو. ما نفعش موظف ياخد خمسين دولار. في ظل تحرير كامل لكثير من السلعة. رفع الدعم عن جزء عن البنزين. ما زال في دعم على البنزين. انما عن الكهرباء عن المية. اه كل السلعة المستوردة بتقيم بالدولار بشكل اجهزة الكهربائية. اه حتى اسنان. ما اسنان ده بيستورد المخدر وبيستورد الحشو. فبيعملك برضو باسعار الدولار الجديدة كله بتعمل. يعني اه تضخم. وده حقيقي ليه? لان هو في مازال برضو رغيف ابو خمسة القروج ده سابت. اه بعض السلعة التامنية مسبتين اسعارها. يعني في حاجات تحت السلطرة. حاجات اه اصلا داخل فيها المنتج المحلي بشكل كبير. فارتفعت بارتفاع ضئيل. بس في ارتفعت طبعا. انما الحاجة المعتمدة على الدولار بشكل كامل. هي لأ هي مش مش زادت العشرين في المية. هي زادت مية في المية. اولها العربيات. الدولار كان بخمسة ستاشر وسبعة من عشر فجأة بقى تلاتة وتلاتين اربعة وتلاتين طبعا السودة. فبنتكلم لو العربية دي كانت بعشرة تلاف دولار. تكاد في وقت من الوقات بمية وخمسين الف فجأة بقيت بتلتمية الف. وهي فعلا العربات الشعبية الصيني يعني اللي هي في حدود هالدنيا دلوقتي بتخطى التلتمية الف في ايه? اه في مصر. مش الحاجات يعني الفخمة او حتى الياباني او حتى طبعا بقى العلمانيا انت بتتكلم في الملايين. ارقام بالايه بالملايين. فنقصدي السلع اللي هي مستوردة بالكامل. لا هو تضاعف سعرها. تبقى لسعر الدولار. انما السلع المحلية اللي داخل فيها جزء بالعملة الصعبة. فها ارتفعت بقدر العملة الصعبة اللي داخلها في ايه? اه في ال اه ففي النهاية انا نتكلم عن تدخن كبير. فما ينفعش تفضل المرتبات خمسين دولار وستين دولار. والارقام اللي هي موجودة حاليا. اه لازم يحصل التعديل. وتعديل الجنيه انا ما عرفش مدى يعني مدى قدرة الدولة ومدى ايه الصغرات اللي ممكن تحصل وايه اه ممكن يتعمل. وفكرة قبول الاموال الغسيلة الاموال ده برضو اه سؤال اه قانوني عايزة تسأل. انت عدد اسمها عن تجار مخدرات والمتسولين والمتسولات وتجار العملة وكله وتجار اثار انه كلهم يحطوا فلوصهم في البنو بشكل تلقائي. انه برضو ما ينفعش. طبعا فيه كلام كتير جدا عن هنا عندنا يوم الجمعة القادم اه اجتماع مع صندوق اللجنة التنفيذية لصندوق النقد الدولي. هل مفروض بقى تقر وتعتمد بشكل مباشر ضخ الاموال. هل نتكلم عن ثلاثة اربع مليار دولار. بس بقولك على اثارهم حييجي مليار مش عارف من جهات اه ممولة اخرى او 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 مليار ونصف. هل نتكلم عن اثنين مليار دولار. اه وناخد ثقة يعني قدام المؤسسات الدولية. وفيه كلام عن تعويم. بشان اللي بقول يعني الخبراء بيقولوا ان يوم الخميس ربما يحدث تعويم اه اجتماع استثنائي طبعا اجتماع يوم 22 ديسمبر. بس كثير من الخبراء ليس كلهم بيقول ان ممكن يتعمل اجتماع استثنائي وترفع الفائدة مرة اخرى. لان الفيدرالي الامريكي بكرة هيصدر الرفع سواء بخمسين نقطة او بخمسة وسبعين نقطة لما زالت ما زال العالم يترقب. مش احنا بس المترقب. كل العالم الغربي وغيرهم بترقبوا الفيدرالي الامريكي لانه بيتعتمد عليهم برضو سياساتهم النقدية. مشكلة ان السياسة النقدية بتاعة البنك الفيدرالي الامريكي بيأثر على كل العالم. واحنا اكثر تأثيرا اللي هي بيسموها الاقتصادات اللي ايه النشاعة. في اجتماع الفيدرالي الامريكي بكرة. في اه توقعات كبيرة باجتماع استثنائي للبنك المركزي يوم 15 اه اللي هو يوم الخميس. اه عشان يروحوا للجنة التنفيذية يوم 16. واحنا مش عارفين هل فعلا فيه شرط جازم حاسم بالتحرير الكلي قبل الزهاب يوم 16 لجنة التنفيذية للسندوق. ام ان هم ربما شروطهم بتحرير جزئي او بتقريب الفجوة بين السعر الموازي والسعر الحقيقي. اه او لاي لايه هناك شروط على الاطلاق وربما يأجل الاجتماع الاثنين وعشرين للمعادة الطبيعي. كل دي تكهنات ولكن الغالبية بتتكلم عن ان يوم الخميس ربما يكون في حركة استثنائية من البنك المركزي. النقطة التانية برضو ما ينفعش موضوع السعرين ده يستمر فترة طويلة لان اعتقد لا اعتقد ان هو سيكون في صالح الاقتصاد يعني بشكل عام. فكرة وجود سعرين ده في مشكلة. ليه? لان مش هيجي مستثمر اجنبي يخش بمليار دولار. طبعا مش هيفك مليار دولار في السوق السوداء. هيدخلهم ازاي يعني البنك تلاتة وتلاتين مليار جنيه مصري. فالشيء الطبيعي انه هيفك عن طريق البنك. فما فيش واحد عائل هيفك مليار دولار باربعة وعشرين مليار مصري عشان يشتري شركة او مصنع او كان يعني في مصر او يستسلمهم في العقاط او غيره. وهو عارف ان هو صباحا خير كده خسر عشر مليار جنيه مصري لان السعرين الحقيقي هم اربعة وثلاثين مليار وليس اربعة وعشرين مليار جنيه. فدي مشكلة النقطة التانية طبعا زي ما قلنا اموال مصري في الخارج وان حيبدأ يتدار العملة في الخارج وان ييجي تجار ياخدوا العملة من المواطن المصري اللي بيعمل في الكويت او في الامارات او في السعودية ويدي الاسرته هنا اهله او اولاده الفلوس بالمصري على اسعار السوق الموازي وربما يكون اعلى من السوق الموازي المصري كما تقول بعض المعلومات كل ده كلام اه طول ما انت اه بتروح الاسرافة او البنك فهو يشتري وما يبيعش تعرف ان السعر ده مش منطقي. يعني هو يشتري منك مثلا باربعة واشتين وستة من عشرة المفروب يبيع باربعة واشتين وسبعة من عشرة يجي حد يشتري ما يبيعوش ايه اه دولار ده مش كده وبس ده اصدقائنا اللي بيسافروا للخارج كانوا بيسافروا مثلا لاوروبا فكان بيروح لانه عميل البنك بشكل مستدام بيطلب منه تحويل عملة فكان يقوله هاد التذكرة قبلها بـ 48 ساعة والتأشيرة وبعدين كان بيديره الفين دولار او الفين يورو بيدي الف دولار فقط فده برضو دليل ان في عجزة جديد في العملة الصعبة داخل البنوك المصرية لكمان احد اصدقائي كان رايح لعمرة فعايز بس ريالات سعودي طبع انها بتخش البنك يبقى بالسعب المؤلم في البنك فبرضو راح لبنك بتاعه وطالب مثلا خمس ست الاف ريال سعودي حتى ما اعطهوش ما يقابل الالف دولار يعني اللي هو مثلا تلات تلاف وسبعمائة ريال لا اعطاله الف ريال سعودي بس وكنت بتتكلم عن واحد رايح عمرة قاعد ربما تلات اسابيع منتكلم عن طبعا اه حجز فندق طيارة عن طريق الشركة السياحية اللي هو متعقد معها بس فيه اكل شرب هدايا تحركات يعني كل دي مصروفات اه ونصريات اه الف ريال اه لا تسوي شيء ولكن اسف الشديد برضو رغم انحاحه فانا نتكلم عن مشكلة عملة مادام البنك بيشتري ولا بيع او الصرافة تشتري ولا تبيع اذا هزا ليس سعرا نحققها طبعا انا عارف التحرير الكامل بشكل كبير جدا وما عارفش الحل ايه الحل الوسط ايه في هذا الموضوع بس طبعا فيه سعرين فيه مشكلة طبعا التحرير الكامل والزهاب الاسعار بشكل طبيعي الخمسة وثلاثين وسبعة وثلاثين وربما اكسر برضو خطر على الطبقة المتوسطة وبرضو احنا زي ما قلنا يعني المرة التباتة الطبقة الوسطة بزيد دا راجب الطريقة اللي حصل فيها تضاعف في العملة دا برضو وضع يحتاج الى التدخل علاجي لان دي اصبحت طبقة كانت متوسطة اصبحت شيء في معدمة وربما لا تستطيع تربية احتياجاتها الاساسية وده يعمل مشاكل تانية اجتماعية واتصادية ومشاكل اخرى كثيرة فهو هذا موضوع حلقة النهاردة لو عجبك الفيديو يشيره اشترك في القناة مشكور اشترك وعليك الفيديو عشان نصنع عادة اجبر من الناس يالت لو حد فهم في الاختصاد شوية او اللي ايد راية يعني لنا على كلام هاني دوميان موضوع تغيير العملة واستبدالها وعملة جديدة والكلام اللي هو قاله الخطير والايداع بلا حساب ولا عقاب يعني عاف الله عما سالف زي نقوله سوى بقى اللي بتاع المخدرات او المتسول او التجر العملة او تجرى اثار الكلام دا ايه اه خياساته على القانون الدولي او القانون محلي او حتى على اه الاقتصاد ياريت تعليقاتكو اه ربما نستفيد منها ونحل المشكلة وده موضوع حالاتنا هالله شكرا جزيلا اشتركوا في القناة